في مسعى لتوثيق معالم المسجد الأقصى وقبة الصخرة باللغة الإنجليزية نشر المصور الأردني بشار طباع مئات الصور التوثيقية لنحو 250 موقعا أثريا في الحرم القدسي وذلك عبر مسارين الأول في إقامة معرض والثاني بنشر كتاب فقد أقام اليوم معرضا تضمن بعض الصور التي التقطها خلال عملية توثيقية معالم المسجد الأقصى مرفقة بجروحات ملخصة باللغتين العربية والإنجليزية أما الكتاب الذي استغرق ثلاثة عوام من العمل فيحوي أربعة عشر ألف صورة التقطها بهدف التعريف بالأقصى وقبة الصخرة لا سيما عند الأشخاص الذين لا يستطيعون زيارة المدينة المقدسة